أنا مهتمة كثيرا بهذا الاقتراع لأننا من خلاله سنعرف مستقبل بلادنا سأقترع ويمكن بورقة بيضاء نحن ضائعون تماما في هذه الانتخابات هذا هو واقع الفرنسيين قبل أيام من الدورة الأولى من هذه الانتخابات حيث ستتراوح نسبة المتغيبين ووفق إحصاءات مؤسسة إيفوب بين حوال 31% و38% كما تشير مؤسسة بي في آ الأسباب عديدة ومنها إما عدم الاقتناع بالبرامج أو بشخصية المرشح وارتباطه بالفسد نسبة عدم المقترعين أو المقاطعين ستكون كبيرة جدا ولعل هذا هو السبب الذي دعا بعض المرشحين لأن يعتبر التصويت الأبيض في هذه الانتخابات وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي فإنما يقارب من ثلث الناخبين الفرنسيين أي واحد على ثلاثة لن يقترع في الدورة الأولى وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ بدء تنظيم الانتخابات الرئاسية بالاقتراع المباشر من الشعب أي منذ عام 1965 وذلك منذ إعلان الجمهورية الخامسة باستثناء عام 1969 حيث وصلت النسبة إلى ما يزيد عن 30% ولكن في الدورة الثانية اليسار انقسم ويقدم الآن أكثر من أربعة مرشحين من جانب اليمين أيضا هناك صعود لليمين المضطرف وهناك جهات واسعة في اليمين ترفض التصويت لليمين المضطرف وبالطالي هي تفضل وهي غير مقتنعة بمرشح اليمين فيهم لما حاقوا من اتهامات بالفساد كل هذه الأسباب جعلت جزء كبير أيضا من المصويتين لليمين يقرروا الابتعاد حتى الآن إذن الصورة غير واضحة لمن سيقترع الفرنسيين خصوصا وأن استطلاعات الرأي تتحدث عن تقلص الفارق بين أربعة مرشحين وهم مارين لوبين، مانويل ماكرون، فرانسوا فيون وجانلوك ميلانشون حسب المراقبين فإن سمة الحذر تطبع استطلاعات الرأي الفرنسية وذلك خوفا من أن يحصل معها ما حصل مع استطلاعات الرأي الأمريكية والإنجليزية توني شاميه الحرة باريس